اشتركوا في القناة 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 اهمية العيلة انو الاهل بهذا المحل انو ينطلقوا من خلال التربية على الحياة هذه الشغلة هي اساسية لانو اول قيمة للتربية بيعملوها الاهل مع الولاد انو بساعدوهم انو ينطلقوا لاكتشاف العالم بشكل صح هيدا المساعدة بتصير على شكلين اول شكل انو يميزوا بين الصح والغلط بالقصص اللي هن عم بشوفوها تاني شغلة انو يميزوا بين الاكتشاف والحقيقة كتير حلو القصص اللي بيكتشفوها انو الولاد بس على شرط تبين شو هي الحقيقة تاني شغلة كتير اساسية بقلب التربية هي النمو طبع الولاد على ثلاثة اصعيدة اول صعيد هو النمو الجسدي يقنونهم الاكل الشرب كل الحاجات المادية اللي هن بيحاجة لقلب تاني نمو كتير اساسي هو نمو النفسي يعني الناس او الولاد بيحاجة للحنان للعاطفة للاهتمام للتقدير للتجيع وثالث نمو كتير اساسي هو النمو الروحي انو يكونوا عم بعلموهم ويكونوا شهود لقلهم من خلال الحياة الروحية يكونوا عم بشاركون بالصلاة العائلية بالتأمل العائلة بالتأمل الفردة بالحياة اليومية يقدروا يكونوا شهود لولادهم على الثلاثة اصعيدة النفسة الروحي والجسدة وهيك من خلال التربية السليمة والصحيحة بيوصلوا الولاد بيصيروا ناس متزينين بيقدروا ينطلقوا بالحياة ويكونوا بالمجتمع ناس نشحين من خلال الاتحاد النفسي الجسدي والروحي من خلال التربية والاهل بيصير عندهم دعم من خلال الله يلي وهابوا نهودوا الولاد تحتى يشاركوا معهم عطية المحبة وعطية الاتحاد بقلب العائلة خلينا أحبائي بزمن الصوم نصلي على نية العائلة بظلها متماسكة تكون هاد الكنيسة البيتية يلي الله تتكل عليها تحتى يقدر يوصل للمجتمع والعالم وتكون هي خلية تقدر تتغير وتنشر هيدا الحب يلي الله سلمنا إياه ربنا يبركنا ويقدسنا